أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم متابعينا ووصفة جديدة وصفتنا اليوم هي كبة الرز والبرغل المقلية وصفة لنوع من أنواع الكباب الشهيرة والطريقة جدا سهلة وبسيطة والكمية اللي حصلنا عليها كمية اقتصادية تفيدنا بأيام شهر رمضان الفضيل ونقدر نفرزها ونستخدمها وقت الحاجة خليكم ويانا وخلي نشوف التفاصيل وشون سوينا هذه الوصفة وخلينا نشوف المقادير راح نحتاج لعمل هذه الوصفة كوب ونص من الرز المصري أو التايلندي اللي نسميها احنا حبة القصيرة لهذه الوصفة التمن بسمتي ما يكون مناسب فأفضل استخدام هذا النوع من الرز راح نحتاج إلى ثنين بطاطا كبيرة الحجم نشرحها شرايا خفيفة جدا راح احتاج إلى ملعقة شاي من الكركم وراح احتاج إلى البرغل الناعم البرغل الناعم هو 3-4 كوب ممكن نستخدم الأحمر قاني استخدمته بس اللي ما عنده ممكن يستخدم الفاتح بس لازم يكون ناعم ضفت عليه كوب من الماء المغلي وتركته غطيته وتركته حتى يتشرب المي وإيلين نوعا ما وبالنسبة للرز المصري غسلته ونقعته لمدة ربع ساعة بينما سويت الحشوة مثل ما هتشوفون إذن المقدار هو واحد إلى نصف يعني هنا استخدمت كوب ونصف ثمن وخليت له 3-4 من البرغل بالنسبة للحشوة احتاجت تقريبا 600 غرام من اللحم المثروم لحم العجل وإلى بصلتين مفرومة ناعم وإلى معدنوس تقريبا باقة وحدة ومخليت بغارات غير بغار الكوبة والدارسين بالنسبة لي الكوبة بما أحب أخلي هوية يعني للحم بهارات لأنه هو لحم طيب يعني ونحب نظهر طعمه فماكو داعي إضافات كثيرة ضيع طعم مالة اللحم أو الحشوة فطريقتي هنا بالحشوة في مقلات خليت شوية دهن أنا بالبداية أخلي اللحم وأضيف عليه البهارات إلى أن أحسه يستوي بعدين أضيف عليه البصل في بعض الناس يخلون البصل أول شيء يتحمص وبعدين يضيفون عليه اللحم بس أنا هنا أنا فكرتي أنه ما أحب البصل أنه يتحمص أحبه بس يضبل لذلك أضيفه كمرحلة ثانية بعد ما أشوف أنه اللحم استوه وتحمص وأخذ اللون اللي ده شوفه فبهاي الطريقة بعد ما أتحمص اللحم عندي ضفت البهارات وبعدين ضفت البصل والملح وقلبت بي حوالي خمس دقائق على النار إلى أن صار بهذه الطريقة رفعته بعدين للنار وخليت الحرارة الحشو يهده شوي حوالي عشر دقائق وبعدين ضفت عليه المعدنوس اللي عندي بهاي الطريقة بعد ما قلبتهم حولت من المقلات إلى مصفاية والسبب باستخدام المصفاية حتى أتخلص من أي سوائل ممكن تكون موجودة بالحشوة مالتي لأنه إذا دخلت هذه الحشوة وسوائلها بالكبة الكبة راح تتفلش أو تفتح أثناء عملية القلي فضغطت علي وخليتها صفح حتى يتخلص من أي سوائل تكون موجودة بالحشوة نرجع للرز مالتنا بعد ربع ساعة تقريبا أو عشرين دقيقة صفيت الرز من المي وخليتها في قدر على النار وهنانا عندي البرغل الأحمر مالتي ما أصارت لأنه كمية المي اللي خليت لي كانت كلش كافي أنه يمتصها وما يعني يكون زايد المي مالته نصيحة لا تخلون هوايا مي للبرغل لأنه إذا خليتوا هوايا راح يتعجن عندنا العجينة وتكون صحبة الشغل بيها إذا حسيت أنه أنت خلى هوايا مي عصري البرغل بإيرك قبل ما تخلي على المزيج خليت هذا المواد والبطاطا مالتي كنت خلتها بمي حتى لا تسود صفيتها من المي وخليتهم كلتهم مع بعضهم وخليت عليهم أيضا الملح والكركم حتى شوية ينطلون وضفت عليهم ثلاث أكواب من الماء يعني هذه الوصفة أخذت من عندي هذه المقادير أخذت من عندي ثلاث أكواب من الماء فقط مزدت عليهم أي شيء ملاحظة الأكواب هي الأكواب القياسية هذه اللي استخدمتها فإذا حبيت تستخدمين استخدمي نفس الكوب اللي قستي بيت تمن والبرغل نفسه للمي بهذه الطريقة عفتهم على نار عالية وتركتهم يغلون إلى أن مصت الحشوة مالتي كل المي الموجود قلبتها قلبها قلبتين وبعدي خليتها على نار ناصية لمدة ربع ساعة وخلص هذه بعد ربع ساعة شوفوا شلون صارت استوى تقدي الحشوة وكانت ممتازة لا معجنة ولا ميبسة وبعد هذه الخطوة بدأت أثرمها أتكون هنا الخيارة أما أثرموها بالمثرامة الكهربائية أو بواسطة الإيد أنا الصراحة فضلت الثرم بهذه المثرامة ثرمتها مرة وحدة على الناعم ما تحتاج أكثر من مرة وحدة أو ممكن مثل ما قلت هي تنعجم بالإيد لأنه هي عجينة جدا حلوة وملمسها ممتاز كان وسهلة بالشغل مثل ما حتشوفون بالفيديو شون بعدين كوناها وكورناها هنا أنا بعد ما خلصت أغسلت إيدي وأني ما أحب بصراحة أستخدم الغلوف لأنه يعني إلزق وما أعرف ما أحس إنه أقدر أكون أكور العجينة بشكل ملائم وبما إنه هذه الكبة هي للبيت فأعتقد أغلبيتنا ما يستخدم الغلوف بهذه الطريقة إلا باللحم أو بالدجاج على العموم هذا شيء يرجع لحضراتكم هنا أنا أخذت غطيت الحشوة مالتي مثل ما تشوفون بعد معجنتها وحاخذ جزء بسيط من عدها حتى ما تنشف عندي وأني عندي هذه الحشوة وأيضا مي حار أخليه بكاسة وعندي هاي القوالب الألمنيوم أستخدمها حتى أخلي بيها الكبة مباشرة وعن طريقة أفرزها وأخليها بالفريز وتكون سهلة ودسبوزبل يعني بعد ما تخلص الكبة أذبها وأتخلص من عدها بكل سهولة هنا أنا هنبدي تشوفون طريقة أكيد الكل تعرف طريقة تكوير الكبة لكن أنا هنا أنا للي حابين شوفون طريقتي أنا رح أسوي لكم إياها هنا أنا بالبطيء حتى تتعلمون شلون نسويها فأسوي مثل الكرة والعجينة مثل ما قلت كلش حلوة وسهلة ومثل الزق بالإيد أبدي أضغط على الجوانب حتى تصير الحواف رقيقة كلما كانت غلاف الكبة أو قشر الكبة خفيف كلما كانت أطيب وكانت مقرمشة وهشة من واحد يأكلها تخلين الحشوة بيها ونحاول نرص الحشوة من أن نخليها من أن نخليها من خليه هواية ولا قليل يعني تقريبا ثلاثة أرباع خل نقول الكوب اللي سويناها أو الفتحة هذي اللي سويناها وأبدي أهنانة أرص الحشوة مالتي وأسد الجوانب بهذه الطريقة وأشيل الزيادة من العجينة وأسويها بهذه الطريقة ملاحظة جدا مهمة من أضغط على العجينة بإيدي أحاول أطلع الهوى اللي موجود بداخل الحشوة الأفضل أن نسوي هذه الطريقة لأنه نتخلص من الهوى بعدين إذا كانت أكو هووية الحشوة أو حصر داخل الكوباية راح تنفتح أثناء عملية القليل فأحاول أضغطها هيجي وأتخلص من الهوى الزايد وأسويها بهذه الطريقة راح أسوي وحدة ثانية وياكم لللي حابين يشوفون الطريقة مرة ثانية وهذا الشكل اللي سوينا نفس الطريقة أكور العجينة وأرقها إلى أن نصير مثل الفنجان أو مثل الكوب ونبدأ أن نحشيها وتابعه يعني شلون كل واحد طبعا إلى طريقته يعني بس هي النتيجة وحدة إنه يكون الحواف جدا خفيفة حتى يكون طعم الكوباية طيب ومقرمش نفس الشي جمعنا العجينة وشلنا الزايد من عدها بهذه الطريقة وسويناها بهذه الشكل أتمنى يكون واضح لكم والطريقة سهلة ومثل ما قلت يعني نحن الكل نعرف نسويها يعني بس للي ما يعرف هذي هي طريقة من الطرق وخلاص حبيت أسوي إياكم شكل ثاني اللي هي الكوبة اللي هي المدورة اللي متعلمين أيضا كليتنا عليها أيضا للي حابب يشوفها نفس الطريقة كورتها وفتحتها بنفس الطريقة ورقيت الأطراف مالتها حتى تكون رقيقة وهاي حشوتنا دائما حاولت يستخدمين المي الدافي يكون أسهل وحتى ما تلزق الكوبة وتساعدش بعملية تكويرها وتشكيلها بهذا الشكل وهذا الشكل الثاني وخلاص مكملت الكمية على هذا المنوال خلصت طبقة الأولى مثل ما رشوفون خليت لها الكيس النايلون وبعدين خليت الطبقة الثانية وبعدين غطيتها بالفويل وتدخل للفريزر وما يكون عليها أي شيء تطلعيها وقت ما تريدين تقليها إذا ما حابت تقليها بنفس الوقت وهذا كان الشكل النهائي تقريبا هذا المقدار سوى لي 45 كوباية وكان حجمها كبير مو صغير كوبة وكان طعمها كلش طيب وهش ولذيذ أتمنى إن شاء الله الفيديو عجبكم والتفاصيل كانت واضحة شكرا جزيلا لكم وشكرا للمتابعتكم أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة وفي أموان الله وحفظه شكرا